نسي معنا أمو رحمة عليكم السلام عليكم تفضلي يا مرحمة السلام عليكم فاضلت الشيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي سألي حضرتك طيبة حضرتك طيبة وبصحة وبسلام أنت بقول حضرتك أنا متزوجة ومعي تلت أولاد فدلوقتي زوجي ما بيتكلمش معنا زي أي زوج بيتكلم مع زوجته وكده ومع أولاده فدلوقتي برضو كل مرة مسلا أطلب منه فلوس بنتي في مدرسة ولا حاجة ما بيبداش يديها بيبدل يشتم ويزعق للبنت وكده طيب فأنا شغلة دلوقتي برضو في البيت جنب والدتي يعني في البيت في المنزل بشتغل يعني بتعملي عمل بتعملي عمل بتعملي عمل منزلي يعني بتعملي عمل منزلي تفضلي فدلوقتي أنا هو الزكا بتاع الرمضان ما بيطلعش حاجة أنا اللي بطلع طيب فدلوقتي هو أنت كل عبارة بتقولي لي حاجة ينفع فيها السؤال فين السؤال بقى السؤال دلوقتي إن أنا كاستي الأولاد والأنبو ببتعت فاتجة بقى لعشرين يوم مش عايز يدفع حاجة وممطو عايزان أنا ندكبها وأنا اللي أكله وشربه ينفع حضرتك آه يعني يبقى إيه بقى السؤال خلينا صيغ السؤال بتاع حضرتك يبقى ينفع إن أنا أصرف عليه هو والدته كده صح؟ لا هو في البيت قائد كده مش عايز تصرف آه لا طبعا هو ده أولا أولا إذا كان هو معه ما ينفقه على الأولاد هو وهو لا ينفق أو هو قادر على الكسب وهو لا يكتسب يعني ما بيخرجش للشغل لا بيشتغل منعه بقوله هو إسمعيني إذا كان هو قادر على الكسب إن هو يزود كسبه عشان ينفق عليكم ويكفي أريبيته وهو ما بيعملش كده هو حرام عليه ده هو معه فلوس بس في النفس أريد استغل النفس طب إسمعيني طيب أبن مرحب إسمعيني أو هو معه فلوس ومش عايز يصرف على عياله وبيته ده حرام وده من أعظم الإسم وهذا ظلم ولا يجوش شرعا فيبقى السؤال بتاع حضرتك بتقولي هو ينفع النجوزي يمتنع عن النفقة وهو قادر على النفقة لا حرام حرام هذا حرام وهذا ظلم وهذا كمان ما فيوش رجولة فجماعة الخير ما تعرضوش أولادكم وبيوتكم إلى الفتنة دي شوية أوراق ربنا جعلها بس عشان نفرح ونسعد مع بعض وتترابط حياتنا لا هي مقصودة في ذاتها الأموال دي ولا هي مقصودة في ذاتها ولا ينفع الواحد يعيش لها إحنا بنعيش عشان القيم بنعيش عشان الأخلاق بنعيش عشان المحبة بنعيش عشان نحس إن إحنا لنقيمة في حياة الآخرين بنعيش عشان محبة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والتعمير في الكون وبنعيش عشان نتزكى الكلام اللي بيحصل ده حرام وما يجسي وما ينفعش إن تخلي الست بتاعتك توصل لحد الانفجار بهذه الطريقة فاتقوا الله سبحانه وتعالى وحفظوا بيوتكم البيوت دي نعمة من نعم ربنا فلابد إن إحنا نشكر النعمة دي ونحافظ عليها ولإن شكرتم لأزيد أنكم فلابد إن الرجل ينفق والنفق هواجب عليه ولا يجوز إنه هو يتهاون في هذه النفق موسيقى